شكراً لكم العافية إن شاء الله اليوم رح نكمل باقي ما تبقى من ملف مثل صفحة ستينجي بالستادي 2 هنحكي عن الاميونو ستينج حسا من اسمها لما نيجي نحكي اميونو ستينج مقطع اميونو معناها أنا رح أستخدم يعني نوعاً ما رح أستخدم الاميون درياكشن طب شو هو الاميون درياكشن أو خليني أحكي بطريقة أبسط رح نستخدم الانتيجن انتي بودي درياكشن طيب أنا مش عارف أو أنا مش فاهم شو هو الانتيجن وشو هو الانتيبودي طيب تعاونيك هم بداية ما هو الانتيجن أوكي الانتيجن هو عبارة عن إيش هو عبارة عن بروتين ذات الريقر هو عبارة عن بروتين بيحفز الاميون ريس بونس أوكي تو بروتوس أو الاميون خليني نحكي الاميون سيستم عشان تكون اللي نشو اسمه تسرى أحسن الاميون سيستم تبروتوس الانتي بادي أوكي برضه هيمشي الانتي بادي طيب شو الفكرة الفكرة إنه دخل دخل وخلينا نحط قبل ما يدخل خلينا نحط كلمة ان انتي بادي قبل ما نحكي الفكرة أو نشرح الموضوع ببساطة بعدين نشوف الانتي بادي برضه هو عبارة عن بروتين ميد سوري ميد باي الانتي بادي باي باي بنسميها البلازموسيل بس رح تاخدوها بعدين مش مهم ان رسポونس يعني إذا حدا عنده فضول يعرف شو اسمها ان رسポونس تو ان طيب عشان نفهم شو الاشي المكتوب و شو الاشي اللي حكيت و شو الاشي اللي كتبت فرضا أنا عندي هاد جسم الإنسان ماشي دخل على جسم الإنسان جسم غريب فلنفترض انه بكتيريا هاي البكتيريا رح نلاقي بروتينات واشياء على سطحها بغض المضر بنسميها بكون فيه اشي على سطحها فرضا هيك هذا الاشي بنسميه ايش هذا الاشي الاخضر بنسميه انتيجن اذا هو عبارة عن بروتين بيكون موجود على سطح يعني الاشي اللي بده يتطفل على جسم الإنسان مثلا على فرض على فرض انها تكون بكتيريا طيب دخلت هاي البكتيريا اللي وين لجسم الإنسان مجرد ما دخلت جسمي جسمي لما يشوف هذا الانتيجن رح يتمتح فيزو لما يشوف هذا الانتيجن رح يتحفز حتى انه يعمل انتي بادي بروتكشن طيب ليش طب انا دخل احكي لكم ليش دخل عندي جسم غريب هل جسمي رح يحكي له يلا تفضل لا اكيد جهاز المناعة رح يدافع عن جسمي طيب كيف جهاز المناعة رح يدافع عن جسمي لانه بيجي بيتم تصنيع بصر جهة جسمي جهاز المناعة عن حاله يصنع انتيبوديز او يصنع بروتينات بنسميها الانتيبوديز هاي الانتيبوديز بتروح بترتبط مع الانتيجن اوكي وشو اسمهم حتى بعدين يصرف فيه اشياء غضل يعني اشياء باع هذا الموضوع المهم اللي بدنا نوصله انه الانتيجن هو عبارة عن بروتيين بيكون موجود على سطر الخلية بيحفز الاميون سيستم انه يصنع لانتيبوديز طيب شو هي الانتيبوديز هي عبارة عن بروتيين made by specific الانتيبودي ان disposed ان disposed ان disposed انتجن يعني انا مجرد ما شفت الانتيجن جسمي مباشرة اول شي بيروح بيعمله بيروح بيصنع الانتيبوديز طيب هاي اول مقطع اللي هو مقطع اميونو طب المقطع الثاني من من اسمها يعني انا رح استخدم او طريقة للصبغ حتى نعمل هاي العمليين اذا مش كتير واضح هتوضح كمان شوي الموضوع بكل بساطة انه الانتيجن انا كيف بدي اشوفه تحت المايكروسكوب او كيف بدي الاحظه عن طريق اني اعمل لالانتيبودي بي بي معينة رح نحن نحكي عنها ونطرق لها كمان اشوي طيب اول شي بحكينا عن شو بحكينا عن الاميونو ستينينج الاميونو ستينينج لما نيجي نحكي عن الاميونو ستينينج شو تعريف الاميونو ستينينج بحكينا هي عبارة عن هستولوجيك هستولوجيك ميثوت يعني هي طريقة احنا نستخدمها بالهستولوجي using labeled antibodies in identifying and localizing many specific protein يعني مش حكينا احنا بيعتمد على الانتيبودي وحتى نقدر نشوف هذا الرياكشن او هذا التفاعل تحت المايكروسكوب لازم انه نيجي نصبغ او نعمل labeling نوضح نبين انه والله هاد هو الانتيبودي اللي احنا قاعدين بندور عليه تمام فبنعمل labeling او بنعمل staining للانتيبودي ليش حتى نعمل identifying and localizing many specific proteins هاي specific proteins قصدوا فيها الانتيجين حتى نقدر انحدد يعني يعني نحكي والله انه هاي الخليه مثلا انه هنا فيه الانتيجين واذا قدرنا نحدد انه فيه انتيجين نعرف كمان وين اللوكيشن localizing يعني نحدد مكان الانتيجين اذا يعني نعرف نحكي انه هل بيتواجد عنا انتيجين او لا واذا بيتواجد وين مكانه طيب بمعنى اخر اللي هو الانتيجين انتيبودي رياكشن tagged with a visible label الvisible label بيكون عمين الvisible label رح نشوفه انه بيكون على الانتي بادي اوكي يعني احنا مثلا هذا الاشي ما بيكون جوى جسم الانسان احنا بنجيب اللاب اوكي بنجيب انه مثلا هذا الاشي اللي احنا شاكين على سطحه او الخليه اللي عليها انتيجين يعني هذا مش بس لبكتيريا ممكن تكون لخلايا انسان رح نجوف ببعض انواع السرطانات انه في خلايا بيكون عليها انتيجين هذا الانتيجين انا بيكون انا بيكون عارفة انه والله المفروض بالانتيجين على الخلية كذا نوعه كذا تمام ام فمعجي بصن انتيبودي مناسب له حتى يرتبط يعني معاه وهذا الانتيبودي اللي انا بدي احطه على الخلية لازم يكون visible label اني احط عليه label احط عليه صبغة بحيث هاي الصبغة تمكنني من اني اشوف هذا الانتيجين انتيبودي reaction this technique شو بيحكينا انه هاي العملية require an انتيبودي against the protein that is to be detected اللي حكينا انه بهمنا ان يكون فيه انه انتيبودي مناسب للبروتين اللي احنا بدنا نشوفه اللي هو الانتيجين بمعنى آخر طيب هلأ لما نيجي نحكي طريقتين الاميوني ستينين في عنا direct and indirect methods of اميوني ستينين رح نحكي عنهم واحدة واحدة بالتفصيل طيب اللهم صل و سلم مباركة سيدنا محمد هاي الصورة بس بتوضح دنا على السريع الدايركت ورح عمل هيك يعني زي اعطي فكرة على السريع عن موضوع الدايركت لما اجي احكي direct دايركت اميوني ستينين يعني انا بجي بالانتيبادي اللي هو هون مثل عنا باي لون باللون الازرق ماشي هذا بنعتبره انتيبادي معلش رح اختصر الاختصار من عندي هذا الانتيبادي بجيبه سخصيا وباجي بعمل عليه لابل هاي الصبغة اللون الاخضر هاي الصبغة يعني بمعنى اخر انا الانتيبادي نفسه هو اللي بصبغه وهو اللي بخليه يرتبط فهي مصبوب وارتبط مباشرة بالانتيجن اللي موجود على سطح الخلية من اسمها دايريكت فبالتالي عملية الصبغ وعملية الارتباط السنتان بتم من على نفس الانتيبادي تمام طيب الانديريكت لا الانديريكت بنفهم انه في عنا ايش بنسمي برايماري انتيبادي في عنا ايش بنسمي السكندري انتيبادي بالنسبة لا البرايماري البرايماري اللي هو هذا اللي باللون الازرق هذا بنسميه البرائماري انتيبادي البرائماري انتيبادي هو الانتيبادي المسؤول عن الارتباط مع الانتيجين اما السكندري انتيبادي هاي شايفين عنا ثلاثة حتى مش بس واحد السكندري انتيبادي هم اللي بيكون عليهم الصبغة يعني من اسمها انداري فعملية الصبغ بتم على انتيبادي مختلف عن الانتيبادي المسؤول عن الارتباط بس داتت عشان انه تكون الفلوروفور اللي هي نوع من انواع الصفقات اللي رح نحكي عنها كمان شوي فانه فيش داعي انه مستبق الموضوع طيب فهون هاد السلائد بحكينا عن ال-direct immunostaining لما نيجي نحكي عن ال-direct immunostaining بحكينا انه direct method of antibody اذا المونوكلونال او البوليكلونال طيب بس رح اوضح توضيح عسري شو المقصود بالمونوكلونال او البوليكلونال المونوكلونال antibody انه ايش انه يكون اللهم شو اسمه محمد انه باي the way هم انواع ال-antibodies يعني هي ال-types of antibodies ممكن تكون مونوكلونال او بوليكلونال المونوكلونال يعني هذا ال-antibody بيرتبق فقط مع one antigen يعني مع only type of antigen المونوكلونال اذا المونوكلونال انه type of antibody that bind to only one type of antigen بيرتبط على نوع واحد فقط من ال-antigen تمام اما البوليكلونال اللي هي type of antibody that bind to several types of antigens يعني بيرتبط على اكثر من نوع من انواع ال-antigens تمام طبعا هذا ال-antibody احنا بنيجي بنعمله tagged with an appropriate label يعني بنحط عليه label بنحط عليه صبغة معينة حتى اني اقدر اشوفه واحدده تلحق المايكروسكوب بحكينا labeled antibody binds to protein X طيب هذا ال-antibody حطانا عليه label هيو باللون ال-pink بعدين بيجي بيرتبط على ال-brotein X اللي هو فعليا ال-T-show antigen او ال-antigen لما يجي يرتبط على ال-brotein X the section is then was to remove the unbounded antibody يعني احنا بنجيب ال-antibody اوكي بنعمله labeling حياته هذا ال-antibody عمنا له labeling بعدين بيجوح بنخليه يرتبط مع ال-antigen بعد ما صار عملية الارتباط بين ال-antigen وال-antibody او خلينا نسمي labeled antigen labeled antibody مع ال-antigen تمام بعدين هاي ال-section اللي حطانا عليه هاي العملية او صار عليها بنعملها wash يعني بنخسلها بالماء طيب ليش ال-wash حتى انه انشيل اي unbounded antibody يعني عنا انه انشيل اي antibodies ما رتبطت ب-antigen حيث انه انا اصلا تحت المايكروسكوب فقط بدور على الارتباط يعني انا ما بدور انا ما بدور انا ما بدور على انه انا تحت المايكروسكوب بدور على الارتباط بين ال-antigen وال-antibody ما بدور على ال-antibody بدنا اروح اخليه يرتبط مع ال-antigen واخر شي انا اعمل wash بس عشان هيك باغلب المرات احنا ما بنلجأ لل-direct immune staining وانما بنلجأ للطريقة الثانية اللي هي ال-antibody 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 الثالث انه used for kidney or skin biopsies هاي احنا حكينا او حكيت بالبداية انه متى بنستخدمها لانها سريعة في انواع سرطونات بتكون بتصير بال-cidney وبتصير بال-skin هاي السرطونات بميزها وجود antigens على سطح الخارية اللي فيها السرطونات مثلا هاي عنا خلينا نحكي skin cell cancer skin cell تمام اوكي بنلاقي على سطحها الخارجي بنلاقي على سطحها الخارجي antigen معين اوكي فهذا ال-antigen حتى نقدر نحدده احنا عارفين انه والله ال-antigen اللي بيكون على ال-skin حالة السرطان مثلا واحد اثنين ثلاث فبنصنع اوكي سوري بنصنع antibody بيكون مناسب بحالة سرطانة الكدني وسرطانة ال-skin ال-biopsies باجو باستخدم ال-direct immune staining عشان السرعة تمام لانها اسرع اوكي الطريقة الثانية من ال-immune staining حكينا عنا direct و indirect الان هنحكي عن indirect immune staining بحكينا ان ال-indirect immune staining involve sequential application of two antibodies and additional washing steps يعني معنى اخر ان ال-antibodies تمام رح يكون عنا اكثر اوكي يعني باستخدم جسمين مضادات تمام sequential application of two antibodies وبيكون انه انا بطبقهم بالترتيب انا بجيب two antibodies تمام وهذا ال-two antibodies يعني باستخدمهم مع العين بالترتيب and additional washing steps ولانه انا في عندي خطوات اكثر وفي عندي عدد antibodies اكثر فبالتالي رح احتاج اوكي رح احتاج لخطوات تحضير زيادة من ضمنها انه يكون فيه ال-additional washing step يعني اوكي مثلا مثلا مع سبيل المثال انا جبت العينة يعني هون اتمنى انه يكون في صورة هاي الصورة اوكي انا جبت العينة هذا عندي primary antibody صح صح primary antibody مجرد ما ارتبط مع ال-antigen باجي بعمل wash تمام برجع بربط secondary وبعد ما ارتبط secondary برضو برجع بعمل wash يعني هاي انه اول اشي انه انا بربط اكثر من antibody ويكونوا بترتيب معين انه primary ثم secondary وبحتاج لعمليات او خلينا نحكي مراحل للغسل اضافية طيب بحكينا هون انه ايش بحكينا انه primary antibody specifically bind protein x is not labeled اذا primary antibody اللي حيرتبط مع protein x اللي هو ال-antigen حيكون not labeled يعني فقط زي ما حكينا هو مسؤول عن انه يرتبط مسؤول عن الارتباط the detectable tag is conjugated to a secondary detectable tag اللي هي labeling يعني العلامة اللي رح احطها او الصبغة اللي رح احطها بحطها على مين بحطها على secondary antibody made in واخر يعني زي ما اتفقنا the primary مسؤول عن الارتباط والsecondary مسؤول عن labeling ومسؤول عن انه نحط على الصبغة ويبين هو اللي تحت اللي رح اخر شي بحكينا يعني هيك ملاحظة عسرية انه سواء بنحكي عن primary او بنحكي عن secondary فالباث of them is an specific different foreign from that which made primary antibody يعني معنى اخر يعني هاي الجملة تابعة للsecondary انه secondary antibody والprimary antibody كل واحد فيهم جايين من مصدرين حيواني يعني بتم تصنيحهم من مصدرين حيوانيات مختلفة بمعنى انه بتم تصنيحهم من مصدرين مختلفات يعني الprimary انا جبته من مكان او صنعته من مكان والsecondary صنعته من مكان اخر طيب هلأ هون بميزن او بالصورة هاي بتبينننا ال indirect immune staining هاي عنا الprimary هاي عنا الsecondary حكيانا الprimary مسؤول عن الارتباط مع البروتين اكس اللي سمينا الانتجن اما الsecondary مسؤول عن اللابلين او بتكون عليه اللابل بتكون عليه التاج بتكون عليه الصبغة طيب فهذا الsecondary انتوبار زي ما هو حكينا هاي الprimary وهاي التيشو انتجن او مسمالية عبر لي عنه بالصلادات البروتين اكس تمام اخر شي بحكينا انه شو اهمية او شو اهمية او شو الادفانتج خليني احكي ال indirect immune staining getting results take longer يعني النتائج هتاخد وقت اطول منطقي هذا الموضوع ليش لانه انا بدي خطوات اكثر الاشي التاني انها more sensitive هلا more sensitive حتى توضح كمان شوي انها ليش حساسة اكثر او ليش انه خلينا نحكي دقتها اعلى لانه انا بستخدم اكثر من antibodies اوكي فهذا الموضوع بعطيني دقة اكبر يعني بمعنى اخر بتم عملية الارتباط مع الانتجن باكبر كمية ممكن او باكبر قدر ممكن امور economic اخر انها اقتصادية اكثر والدكتورة هون يعني كان قصدها باقتصادية انه هي باهضة الثمن ولكن لانه لانه خلينا نحكي نسبة نجاحها اعلى فبالتالي تعتبر اقتصادية اكثر ما بحتاج اني اضال اجار باقين انا اجار سعي اوكي الان رح نحكي عن ايش رح نحكي عن انواع الاميونوتاينيigan عن انواع صوáz الاميونوتايني2000 تمام اول شي عنا ايش بنسمي الاميونو heistochemistry وعنع ايش بنسمي الاميون sytochemistry طيب الاميونو heistochemistry الاميونو heistochemistry من اسمها اميونو هيكون اش مناعي heisto معناها انا رح اركز على من هركز على التشو وkeymystery حستخدم تفاعلات معينة هي مش تفاعلات هي يعني معنى آخر صبغات وكذا بغض المظر بهمني أنا مقطع حيستو سايتو لما أجي أحكي عن إميونوستكمستري معناها أنا عم بحاول إني أصبغ إيش عم بحاول إني أصبغ التيشو يعني أنا بعمل تيشو ستينيك بجيب التيشو مقطع نسيج وبأصبغه أما الإميونوستكمستري إنه أنا عم بحاول أصبغ السل أو أصبغ مونو لايرو في سل حنشوف كمان شوي لقدام طيب هون بحكينا شو الفارق هياته هون بوضحنا ما الفرق بين الإميونوستكمستري والإميونوستكمستري إذن الإشي اللي إحنا بدكز عليه أو خلينا نحكي العلام الفارقة بيناتهم هي العينة مصدر العينة بحادث الإميونوستكمستري السورس هو مين؟ هو التيشو مقطع من المسيج أما الإميونوستكمستري يا إما بستخدم single layer of cell يعني أنا زي اللي بتذكروا لما إجينا نعمل كالترينك حكينا إنه أنا والله بجيب بلايت وبكسر في الخلايا لمونو لاير فأنا بجيب مونو لاير طبقة واحدة من مجموعة من الخلايا تمام؟ أو الأول إشي الثاني هذا أول موضوع أو الأول إشي الثاني إني أجيب إذن إما بجيب سئ خلية خلايا لحالها تمام؟ يعني مثلا بدي أجرب على خلية واحدة أو بجيب على الطبقة من الخلايا على مونو لاير من الخلايا طبعا هل مثلا حد بخضر باري سؤال هل هذا المونو لاير من الخلايا حيكوني تي شو؟ لا لأنه يعني ما هيعطيني العدد الكافي إنه يكوني تي شو تمام؟ فعن يعني شامع تكون مؤمور واضحة يعني كعينة بداية بحكينا إما بنستخدم individual cell أو single layer طيب بحكينا مثال على هذا الموضوع إنه cells في عنا إيش؟ في عنا cell grow in a mono layer أو cell in suspension which are deposits on the slide يعني اللي حكيت لكم عنه أنا جبت بلايت تمام؟ وهذا بلايت كثرت في مجموعة من الخلايا أعطوني طبقة بش بتعبي كل هاي السطح بمونو لاير أو cell in suspension يعني أو أخذت مثلا من هذا أخذت خلية أخذت مجموعة من الخلايا وحطيتها على slide حتى بعدين أعمل عليها إميونو سايتو كيمستري بس ذات ستيني طيب هلأ البروستيجر بدنا نركز هون البروستيجر طبعا هاي البروستيجر تاب على مين؟ الإميونو هستو كيمستري ولا الإميونو سايتو كيمستري هاي البروستيجر بتكونوا عارفين إنها تاب على الإميونو هستو كيمستري طيب بعيدوا بكرة الإختصارات من عندي فقط عشان السرعة طيب أوكي اللهم صلصنا محمد بداية بداية بهاي البروستيجر إنه أنا بجيب التيشو تمام؟ خلينا نمشي فيها واحدة واحدة النسيج بحطه ببرافين واكس طيب ليش؟ أنا جبت التيشو حطيته بشماء ليش الشماء؟ الشماء حتى يسهل عملية السكشنينج مش أنا بعرف إنه النسيج ما بقدر أحطه كله تحت اللاوت مايكروسكوبة إنما لازم أقطعه لقطع صغيرة وبعدين القطع أحولها لسلايسينج لشرائح وأحطها على سلايد وكذا هاي الأمور أخذناها بالمحاضرات السابقة إن شاء الله تكون ما فيها مشكلة طيب المهم فالتيشو بنيجو بنحطه ببرافين واكس بواكس بشماء هذا الشماء حتى إني أحافظ على تركيبه قبل ما أعمله سكشنينج يعني خلاص أحافظ على كل مكوناته زي كأني بجمده هو مش بجمده بس كأني يعني خلاص كل شي ضل على حاله تمام وبرضو أسهل عملية السكشنينج يعني إني أقطع إيش يصالب أسهل من إني أقطع نسيج منطقي طيب بعد ما إيجيت أنا إيجيت التيشو حطيته ببرافين واكس هاي أول نقطة النقطة الثانية إيجيت عملت له سكشنينج بعد ما عملت له سكشنينج بعمله مونتد بذوب هذا البرافين واكس ليش؟ إحنا اتفقنا إنه أنا لو بدي أعمل سكشنينج ما بقدر أعمل سكشنينج والبرافين واكس موجود وإنما لازم أذوبه اللي عملناه الريهايدريشن لو تتذكروا إنه عملنا ريهايدريشن رجعنا الماء حتى نقدر نعمل سكشنينج وقبلها كنا مذوبين وعملين مونتنج للبرافين واكس المهم عملنا مونتنج ذوبنا البرافين واكس بعد ما ذورنا البرافين واكس يجينا عملنا سكشنينج طبغنا طيب بحكينا طيب ليش احنا اصلا عملنا او عملنا مونتد هيو بحكينا انه البرفين بعمل interferes with the staining بيجي بتفاعل مع الصبغة اوكي ام اوكي عشان هيك احنا لازم نشيل اوكي او بتم ازالة هذا البرفين واكس بعد ما انه نعمل ايش نعمل مونتد لهذا البرفين واكس but before the staining يعني احنا زي ما ارتبنا البرفين واكس عملنا sectioning بعد الsectioning عملنا mounting وبعد المونتن بنيجي بنعمل ايش staining this processing can sometimes cause the intended target for the staining to become obscure طيب هلأ بحكينا انه مرات لما انا اجي اعمل او احط البرفين واكس تمام وبعدين اذوبه نتيجة البرفين واكس مرات بصير في عنا الانتيجينز او اللي هي الانتيجينز بالبروتينات اللي موجودة على سطح الخليل اللي انا اصلا كل الهدف من اللي اميون وهيستو كيميستري اني اعملها لابرينج اشوفها تحت المايكروسكوب بتختفي بتروح او انه ما بقدر اشوفها انا بظل البرفين واكس فيها طيب بهاي الحالة انا شو باجي بعمل بهاي الحالة بعمل اشي قبل عملية staining بنسميه الانتيجين retrieval اذا انا حتى هاي هون بحكينا يعني الاشي اللي انا بستهدفه من staining become obscure طيب شو هو الاشي اللي انا بستهدفه من staining او شو الهدف انا اصلا اعمل صبغة وحالتي حالة واشوف اني اشوف الانتيجين تمام يعني الانتيجين بمعنى اخر شو ما له رح يتم حجبها ما رح اشوفها عشان هيك سو الاميون هستو كيميستري سامبلز must undergo another process بسميها الانتيجين retrieval عشان هيك انا قبل ما اجي اعمل صبغة او قبل ما احط staining قبل ما افوت بمرحلة staining بعمل اشي بنسميه الانتيجين retrieval الانتيجين retrieval شو الهدف منه انه يعمل re-expose the target proteins وبس معلومة عابرة انه يعني بمعنى اخر يرجع يبين لي الانتيبوديز انه ارجع سريع يرجع يبين لي الانتيجين طيب بس معلومة على السريع الانتيجين retrieval فينا طريقتين انه نرجحها عن طريق الهيت او عن طريق الانزاوماتيكالي والاكثر استخدام هي الهيت انه انا بجيب هيت مع برشور طبعا انه انا بجيب هاي العينة بحطها بطنجر الضغط على حرارة معينة وبستنى او لفتر زمنية معينة برضو حتى انه اعمل anti-judge tribal بس that's it اوكي طيب اوكي بس شوي والله اه هاي سلايداتكم نفترض انها تكون سلايداتكم تماما ان لو تكون هاي المهم اه هاي سلايداتكم المهم هلا بدنا نحكي عن اسمه نستخدمه بالاميونوهستوكمستري من اسمه بنستخدمه بالاميونوهستوكمستري معناها اكيد رحيتم استخدمه للتيشوز مش للسلز هاي منطقية اذا هاي اول نقطة انه بحكينا هذا الكمبليكس اسمه افدين فيوتين كومبليكس هذا الكمبليكس انا بستخدمه للتيشوز بحكينا انه هو عبارة عن اميونوهستوكميكال ستيني انتنسيتي is a function of the enzyme activity and improved sensitivity طيب مش فاهم هاي الجملة نفهمها شوي شوي هلأ بدنا نعرف انه الهدف من البيوتين او الابدين بيوتين كومبليكس الهدف منه انه انا الاشارة اللي بشوفها تحت اللات مايكروسكوب يعني شوفوا هاي الصورة اني ان شاء الله تكون واضحة هاي الصورة انا شفتها بالبداية تحت المايكروسكوب لو بلاحظ انه الصورة شو مالها ضعيفة تمام وبيدي اقوي او بدي اعمل في هاي الحالة شو باستخدم باستخدم هاذ الكمبليكس ليش هاذا الكمبليكس لانه بروح يعني بحق بي قلنا نحكي بطور او بزيد يعني بزيد القوة او بزيد هو بعمل فعليا بزيد بزيد عن طريق انه ايش انه ازيد يعني شوفوا مش عارش كيف اوصلها بس شوفوا عشان توصل هذا التيشو انتجن ارتبط في برايماري انتيبادي وسكندري انتيبادي لما ايجينا قبل ما نحط في الكمبليكس اللي هو هذا بايدا واي هذا الابيدن يعني هذا اللي باللون هذول المثلثات الصغيرة الابيدن كومبليكس وهذا التترا بيكون البيتن طيب لا انا عكستهم هذا البيتن اوكي وهذا الابيدن طيب اللي بصير يا سيدي العزيز كالتالي انا بدي ااجي واقوي الاشارة صح يعني صورة عند ضعيفة بدي ااجي واقويها كيف بقدر اقويها عن طريق اني ازيد انكريزنج النمبر ازيد اوكي شو بزيد بزيد عدد الانزيمات اللي مرتبطة الانزيمات اللي هي يعني غير البرايمري والسكندري بحط اشياء اضافية تمام بحط اشياء اضافية ام انها تخليني اني اشوف شو اسمه خليني اني اشوف الاشارة احسن او اشوف الصورة احسن عشان هيك انا بزيد العدد الانزيم موليكول الانزيم موليكول هو قصده فيها يعني الكمبليكس اللي انا بحطها تمام انزيم موليكول هون قصده فيها الافيد الافيدن بايوتين كومبليكس اوكي يعني بمعنى اخر خلينا نحكي انه هون الكثرة تغلب الشجاعة انه انا كثرت الموضوع زدت 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 الاشي حتى انه تصير الانزيمات اندي احسن اتمنى انه تكون وصلتوا علي وما اكون تبتلعيد بهاي النقطة طيب الاشي الثاني اللي بحكي لنا مثال على هاي الانزيم موليكول اشي بنسمي الافيدن بايوتين كومبليكس بحكي لنا هاي الافيدن بايوتين كومبليكس بحكي لنا انه هذا الكمبليكس هو عبارة عن كومبليكس مكون من شغلتان ومنتو من بروتين مع بايتامين البروتين اسمه البروتين الافيدين يعني هون بحكينا عن ال Hughes وتبع هذا الكمبليكس والبيوتين هو والفيتامين اسمه البيوتين الفيتامين عبارة عن اربعة ليش اربعة فيتامين مع واحد بروتين لانه الافيدين تيترا بالان يعني يندق اربع مواقع للارتباط فبهذور الاربع مواقع للارتباط بكل موقع حيرتبط عندي فيتامين واحد فبالتالي انا عندي one evidence زي ما احنا شايفين بصورة هذا كله الكبير evidence وهذول المثلثات الاربع الصغار هيكونوا اربع vitamin biotin ليش لانه اصلا ال evidence عنده اربع مواقع للارتباق تمام طيب so each عشانك بحكينا انه each evidence molecule can bind up to four biotinulated conjugate اللي هي ال vitamin هاد اللي قاعدين نحكي عنه شوفوا عشان يعني تكونوا صورة اوضح هاي الصورة قبل ما استخدم هذا ال complex وهاي الصورة بعد ما استخدمت هذا ال complex لو بتلاحظه بال sensitivity ودقة الصورة ووضوحها اصار احسن وكمان نقطة انه دايما evident pattern complex رح يعطيني لون الصورة حيكون لونها بني تمام طيب اوكي هون برضه بحكينا طيب شو بحكينا هون بحكينا انه الملتبل بايندين opportunities between التترافالنت evident and ال biotinulated antibodies bound to the ontogen are ideal for achieving this amplification شافين صار في انه amplification زاد يعني صارت الوضوح اكثر معنى اخر صار نوع من انواع التكبير صار في تكبير للصورة شو الاشي اللي سماح للتكبير للصورة انه عندي الانتجن مرتبط مع البرامري والسكندري السكندري اوكي بيجي برتبط معا ايش بيجي برتبط معا ال اللي هي ال هذا هذا بتناليت secondary ontobody ليش بتناليت لانه مرتبط عليه اللي هي هذول الاربع الصغار مش هتبين يعني شانيك سميتو هذول يعني اساس انها بيانت يكياني لو حول الله هذول المثلسات الاربع الصغيرة هذول بحكي لنا انه الانداريكت ميثود is used more widely in search and pathologic test because it's more sensitive حكينا انه الانداريكت ميثود هي احسن اني استخدمها بالرسيرج لانها ميثود حساسة اكثر لانها ايش لانها more sensitive with the extra level of antibodies ليش حساسة اكثر لانه عدد الانتيبودي وكمية الانتيبودي اللي مرتبطه بتعمل amplification بتزيد يعني معنى اخر انا لانه بستخدم عدد اجسام مضادة اكثر فهي الطريقة حساسة اكثر لوجود البروتينات او عدم وجودها اوكي لانه عدد يعني بطريقة او باخرى او بطريقة اخرى لانه عدد الاجسام المضادة اكبر فبالتالي نسبة الارتباط مع الانتيجن هتكون اعلى بس دات ان شاء الله تكون الامور لحد هون واضحة اذا في اي مشكلة باي نقطة يعني اكيد اسألوني طيب اخر شي احنا احكي عنه او لا مش اخر اشي بعد اخر اشي اللي هو ايش بنسميه اللي هو الميونوفلوريسانس مايكروسكوبي هذا الميكروسكوب حكينا عنه هو نوع من انواع الارت مايكروسكوب واللي بيميزو عن بقى انواع الارت مايكروسكوب انه بيستخدم نوع خاص من الضوء مش الارت وانما بيستخدم العلوب سؤالك هذا الاميونو فلوريسن ميكروسكوب بحكينا انه واتفقنا اصلا سابقا انه بستخدم فيه صبغة خاصة اسمها اميونو فلوريسن بحكينا مثال على هالفلوريسن يعني انه انا بشوف التفاعل اللي حكيت عنه الانتجن اللي بالاول حكيت عنه بشوفه تحت الاميونو فلوريسن ميكروسكوب لانه بيكون عن طريق مثال على هالفلوريسن اللي هي الفلوريسن طيب يعني اللي انا عملتله لابل شو اللابل اللي حطته حطت على صبغة معينة بنسميها مثال على هالفلوريسن داي اللي هي الفلوريكرومز حنشوف يعني حيعطينا فعليا ثلاث امثلة من ضمنها الفلوريكرومز طيب عشان هيك شو اسمه بنستخدم اميونو فلوريسن ميكروسكوب لانه هذا الميكروسكوب نوع الصبغات اللي بنستخدمها فيه زي ما تفضنا سابقا فلوريسن دايز اوكي راح لدينا خيب بعدين بحكينا انه اوكي بعدين بحكينا انه الفلوريكرومز اللي هي نوع من انواع الفلوريسن دايز هزا الاشي سألتوا عنه كثير لما شرحنا او لما شرحت الاميونو فلوريسن ميكروسكوب وانه انا ليش بستخدم اليو في لايت طيب شوفوا الصبغات اللي انا بستخدمها بهذا الميكروسكوب يعني فيها خاصية مميزة انها بتمتص اليو في لايت مش انا بسلط عليها يو في لايت بتمتصه بطول موجي معين اذا اليو في لايت بسقط عليها بحفزها على انها تمتصه تمام بيجي على هاي الصبغة بسقط عليها بتمتحفيزها انه والله يا صبغة امتصيني طيب ليش لانه نتيجة الامتصاص لليو في لايت رح تتعكس هاي الصبغة تمام رح تتعكس خليني احكي طول موجي اخر ما هي رح تمتص اليو في لايت بطول موجي معين لانه احنا عارفين انه ايضو إلو طول موجي طيب لما تمتص هذا الطول الموجي المعين رح تعكس ضو ثاني بطول أو رح تعكس طول موجي آخر هذا الطول الموجي بيكون أطول أوكي فعشان هيك بيكون فيزبل بنشوفه يعني بيحكس إنه فعليا بيكون هذا المايكروسكوب بموصل مع كومبيوتر طيب أو موصل مع جهاز حاسوب بنسلط على العين ويوفي لات رح تمتص الصبغة الصبغة رح تعكس رح تعكس طول موجي أعلى هذا الطول الموجي بيتمترجمته جوة الكمبيوتر لهذه الألوان الموجودة طبعا هاي الألوان بالنسبة للصبغات تمام؟ أو خلينا نعتبره بيتمترجمته للضوء مرئي هذا الضوء المرئي بناءا على لون الصبغة اللي أنا استخدمتها أوكي؟ طيب أوكي بحكينا أشعر الصبغات حكينا الفلوروكرومز حكينا عنها سابقا وهون ماعطينا نوعين كمان من الصبغات إيشو نسمي الفلورو سيكشا الفلورو سيكن والرودامين تمام؟ هاي الدايز بحكينا دايز توسين بحكينا 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 مثلا الفلورو سيين شو اللايت اللي بتعكسه بتعكس أو ليش أنا ما شفت الطولين الموجيين سواء اللي تم امتصاصه أو اللي أنا رح أعكسه بحكينا لأنه لأنه اللهم سأسناه محمد هذا الماكروسكوب بيستخدم فلاتر معينة بيستخدم فلترز معينة هاي الفلاتر تسمح فقط 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 وبعد وكرر تسمح فقط أنه أنا بشوف أو بمرور الطول الموجي المنبعث وليس الطول الموجي اللي تم امتصاصه لسان ما يصر في عنا تداخل بين الطولين الموجيات هاي الماكروسكوب اللي يكون فيها فلاتر معينة تسمح لها بأنها تعكس فقط أو تسمح بمرور الطول الموجي المنبعث فليس طول الموجه الذي تم امتصاصه صحيب هلأ بحكينا شو احنا بنستخدم الاول يعني هاي الاستخدامات برضو حفظ يعني انا بدي اشوف توزيع البروتينات على سطح خلية معينة فبستخدم الاول والاشي الثاني يعني بما انه انا باستخدم اكثر من نوع من الاجسام المضادة واكثر من النوع من الصبغات فبالتالي تمام سواء كنت بحكي عن direct او indirect باستخدم اكثر من نوع من الاجسام المضادة او اكثر من النوع من الصبغة لأنه أنا باستخدم هاي الأشياء يعني باستخدم أنواع كثيرة بالتالي بقدر أشوف أكثر من نوع من أنواع البروتينات على العينة فبدل ما أظل كل شوي أجيب العينة وأصبغ الإشي اللي بدي أشوفه لا أصبغها بأكثر من نوع من الصبغة تبعطيها أنتباديز أكثر من نوع حتى أشوف يعني كل الأشياء اللي بديها بما راوحتك بس دات سبتشين أوكي آخر تكنيك حنحكي عنه وهذا الإشي يعني مش عارف صراحة شو دخله بالهستو بس إنه هو جيناتكس أكثر من قون نستو إن شاء الله ينرح تاخدوه في السنة الجاية إيشي بنسميه هايبردازيشن تكنيك طيب هذا الهايبردازيشن تكنيك الموضوع وما فيه خلينا نشوف شو حكينا بالسلائد بعدين نشرح نوضح نقطة نقطة حكينا إنه الهايبردازيشن يوجولي إمتلار the specific binding between the two single strands of nucleic acid which occur under the appropriate condition if the strands are complementary كيف يعني؟ يعني هاي الطريقة بتعتمد على إنه ترتبط إنه two single strands of nucleic acid يرتبط عنا سلسلتين أحماض نووية هذول سلسلتين أحماض نووية برتبطوا تحت conditions معينة يعني فيه أشياء رح نشوف إنه شروط ارتباطهم تمام؟ if the strands are complementary يعني متى بيرتبطوا إذا كانت السلسلة مكملة للسلسلة الأخرى كيف يعني؟ هزا بس تذكير سريع صح أنتوا أخذتوا بالبيو إنه إحنا مثلا بالD&A لما أجل أحكي عن D&A يعني أربع قواعد ناتيجتينية أدينين ثايمين أقوانين وثايتوسين شو قصدوا بأنه يكون كومفليمنتري مثلا رح ألاقي مثلا على هاي القاعدة حسن حلق على هاي القاعدة مثلا أدينين أقوانين أدينين ثايمين حتكون القاعد المقابلة إليها المفروض حتى تكون يعني هاي القاعد الأصلية خليني أحكي هاي هاي القاعد الأصلية جاي من 5-1-3-1 هاي هاي حتكون المكملة اللي حتكون من 3-1-5-1 لأنه إحنا عارفين إنه دائما الـDNA بيكونوا complementary and anti-parallel to each other طيب حيكون الأدنين حيرتبط مع مين حيرتبط مع ثايمين إقوانين مع سايتوسين إقوانين مع سايتوسين أدنين مع ثايمين وثايمين مع أدنين هذا المقصود بأنها complementary أنه كل قاعدة نيتروجينية بتكون مرتبطة مع القاعدة الناتروجينية المناسبة لها إذن الهيبردازيشن العملية وما فيها أنه أنا بتجيب two single stranded من الDNA أو من النيوكريك أسود بغض النظر DNA أو RNA تمام أنا هنا حكيت عن DNA أنا بحكي عن إنسانين بس تحت مثال هذول الtwo strands أو two single strands هيكونوا complementary to each other يعني بس بيكونوا مكملين لبعضهم طيب بحكينا هون إنه الهيبردازيشن الهيبردازيشن at stringent طيب شو يعني at stringent يعني at stringent conditions يعني هاي العملية أو هاي التجربة ظروفها بتكون ظروف قاسية وصعبة ودقيقة تمام؟ فعني مش سهلة أوكي؟ شانا هيك رح نشوف كمان شوي إنه مش مش أي حد بقدر يعملها وإنما فقط الspecialist الناس المتخصصين طيب بحكينا هاي العملية allow the specific identification of sequence in gene or RNA يعني إنه بنجي تسمحنا بإنه نعرف ترتيب أو خلينا نحكي sequence تبع الجين أو RNA جو الخليلي أنا بدي أدرسها كيف عن طريق إني بجيب إشي بنسمي البروبز يعني أنا دخلت هاي الخلية الأصلية مع شي أو هاي الإشي اللي أنا بدي هذا الجين اللي أنا بدي أعرف ترتيبه فرضا هياته جاي من الـ 5-brine للـ 3-brine بدخل على الخلية تبعته اللي موجود فيه هذا الجين بدخل إشي بنسميه البروب البروب هذا بيكون عبارة عن complementary أو single strand complementary DNA وأنا بكون عارف شو هي القواعد النيتروجينية اللي فيه فرضا يعني هذا البروب اللي أنا دخلته أنا من عندي وأنا عارف شو ترتيب القواعد النيتروجينية فيه كان عبارة عن أدينين ثايمين إقوانين سايتوسين ولقيت إنه هذا البروب الـ single strand complementary DNA راح ارتبط مع هاي القطعة معناها مباشرة 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 راح أعرف إنه تسلسل القواعد النيتروجينية وهون هيكون ثايمين أدينين سايتوسين إقوانين طيب كيف عرفت مش إنه كيف عرفت لو إنهم ما كانوا هيك أكيد أبسلوت لي ما حيرتبطو لأنه إحنا عارفين إنه الـ DNA أو سواء بخزن مضار الـ nucleic acids حتى يرتبطو مع بعض لازم يكونوا complementary to each other بس that said فبحكينا إنه the nucleotide sequence of interest يعني اللي أنا بدي أعرف ترتيب الـ nucleotide سواء بنحكي عن جين سواء بنحكي عن DNA are detected with the probes كيف بنعرف الـ sequence عن طريق الـ probes طيب شو هي هاي الـ probes الـ probes بحكينا هي عبارة عن single strand complementary DNA وبنكون إحنا عارفين آه هنا نحكي القواعد الـ nitrogenية اللي فيها أو بنكون عارفين sequence تبعا هون بحكينا إنه هذا الشكل هو عبارة عن two strand of DNA double helix or anti-parallel anti-parallel واحد من 5 prime للـ 3 prime والثانا من 3 prime للـ 5 prime هذا أخذتوا بالبيو complementary to each other complementary إنه القواعد الـ nitrogenية بتكمل بعضها يعني adeline, cyamine, guanine, cytosine وهكذا تمام طيب أوكي هلأ بيحكي إنه هون يعني دكتورة كاتبة مجموعة من الملاحظات إنه إنه نيوكليك أسد found in intact cell كيف يعني يعني اللي بيميز هاي العملية أو هايبردازيشن هاي التجربة إنه أنا بجيب خلية سليمة ما بعمل ما بأذيها يعني ولا بكسر ولا بشير ولا بحط ولا بساوي فقط خلية سليمة ما بخرب الخلية بدخل على هالبروب اللي أنا بدي يوصل الله بارد فالتارجت نيوكليك أسد بلاقي بخلية سليمة يعني بدها تكون خلية ما فيها أي خراب أو أي مشاكل لأنه أنا أصلا بتجربتي ما رح أخربها الإشي الثاني بحكينا لأنه أصلا يعني هاي منطقية لأنه أصلا هدفنا من كل هاي التجربة إنه أنا أعرف شو إذا يعني موجود عنا دي أن أه تارجت معينة أو يعني خلين نحكي جينات معينة أو سلاسل معينة من الدي أن أ وتوزيحها بداخل الأنسج إنه هل بلاقي هذا الدي أن أ هون أو هون طبعا الدي أن أ هتلاقي شو سمع المهم يعني معنى آخر بدي أعرف ترتيب الجينات بالخلايا بس تاتي بحكينا النقطة الثالثة أو الملاحظة الثالثة إنه البروبس مست بي سمول enough توريتش النيوكليك أسد وهاي منطقية لأنه إحنا عارفين إحنا عارفين إنه النيوكليك أسد يعني دي أن أه خلينا لو بدي أحكي عن دي أن أه وين بيكون موجود جو القليل يكون موجود بالنيوكليس لو أنا بحكي عن هيو منطق طيب وأنا بعرف إنه النيوكليس فيه بالنيوكلير envelope فيه إيش منسميه النيوكلير بور وهالنيوكلير بور بيكون قطرها صغير فعشان هيك حتى البروبس تقدر تدخل للنيوكليس عن طريق النيوكلير بور لازم إنها تكون small enough لازم تكون صغيرة كفاية حتى إنها توصل للنيوكليك أسد طيب بحكي إنه هي أكيد يعني أنا كيف بدي أعرف إنه والله هي البروب يرتبط مع الـ DNA المكمل إله إذا ما كنت صابغ البروب فلازم أنا أكون هذا البروب صابغيته بصبغة معينة يا إما radioactive أو fluorescent حتى أشوف ارتباطه مع الـ complementary تمام يعني زي تقريبا زي فكرة الـ anti-gen anti-body reaction وآخر موضوع إنه requires experience هاي اللي حكيت لكم ليش لأنه حكينا إنه hybridization is a strong أو at-strangent strangent conditions أو at-strangent conditions إنه ظروفها صعبة ودقيقة وقاسية فبتحتاج لناس عندهم خبرة مش أي حد بيقدر إنه يعملها طيب بحكينا هون إنه التكنيك is ideal for يعني متى أنا بستخدم هذا التكنيك أو متى بستخدم الـ hybridization أول موضوع determining if a cell has a specific sequence of DNA such as the gene or the part of gene ها حكينا فيها إنه أنا والله بدي أشوف إنه هاي الخلية عندها هذا الجين وما عندها إيشي الثاني identifying يعني بدي أشوف يعني بدي أشوف يعني هون أنا بدي أشوف الـ mRNA طيب كيف أنا لما أشوف أو أنا لما أعرف الجينات بقدر أعرف الـ mRNA لأنه إحنا عارفين إنه الـ mRNA بيتم نسخه من الـ DNA اللي عليه شوه اللي عليه الجينات مستوعبين كيف فأنا إذا عرفت يعني عرفت الجين هأعرف بالتالي الـ mRNA آخر نقطة determining أو determining localization of gene in a specific chromosome يعني بيحددنا موقع الجين بالضبط يعني مثلا عندي الجين X موجود على كروموسوم رقم 18 على long arm حددته فبالتالي أنا بحدد الموقع يعني الموقع الحقيقي لكل جين على الكروموسوم حكينا الـ DNA and RNA or the cell must be initially denatured by the heat or another agent to become completely single-stranded كيف يعني يعني شوفوا إحنا اتفقنا إنه بهاي الطريقة إحنا ما بنحط الخلية صحيح ولكن منطقيا إحنا الـ DNA بيكون موجود جوا الخلية شكل double-stranded انسوا الـ RNA ولو إنه تعرفتوا إنه في حالات معينة بالبيون إنه ممكن الـ RNA يكون عشكل double-stranded خليها كيزا شوية على الـ DNA عشان ما نتخرب الـ DNA بيكون جوا الخلية عشكل double-stranded طب منطقيا هو double-stranded يعني هو مرتبط فكيف حيجي للـ single-strand وحيرتبط معه عشان هيك بحكي لأنه double-stranded حتى نفك each two-strand عن بعضهم بنيجي شو بنعمل بنسلط حرارة other agents الـ agent ممكن يكون enzyme أو ممكن يكون enzyme أو chemical agent بنعملهم denaturation يعني بنفصلهم عن بعض حتى يصير الـ DNA عشكل single-stranded DNA وبالتالي يقدر انه يرتبط بالـ اوكي اخر السلايد اخيرا وليس اخيرا طيب اوكي هاي الصورة بتحكينا عن انه كيف يعني واحد من الـ بحكينا انه في عنا gene اسمه FG بغضل نظر عن اسمه FG F10 هذا اسمه gene احنا عملنا هون بحكينا hybridization على مرحلة اول hybridization عملنا حتى نحدد الكروموسوم اول hybridization عملنا hybridization الكروموسوم حتى نحدد بالتحديد موقع الجين تمام على هذا الكروموسوم فطلع معنى انه والله هذا الجين يقع على الكروموسوم رقم خمسة على من على short R تمام اوكي طيب هاي اول hybridization المرة الثانية اعملنا hybridization لكامل الجين اول اشي اعملنا لكل دينا حتى نحدد موقع الكروموسوم بالزبط او انه اي كروموسوم موقع الاشي الثاني للجين نفسه اعملنا hybridization طيب ليش لانه لما عملنا hybridization لهذا الجين اعرفنا شو اعرفنا اعرفنا المناطق يعني او خلينا نحكي الاشياء اللي مسؤولة عنها هذا الجين مش الجين بصر له gene expression gene expression يعني بتمترجمته لاشياء معينة فاستنتجنا من خلال hybridization للجين انه والله هذا الجين مسؤول عن نمو الاطراف الفك والجمجمة ومقدمة الزديل لهذا الجنين فاحنا اكتشفنا يعني من خلال هذا الموضوع اكتشفنا انه والله هذا الجنين نتيجة hybridization او يعني الاشي اللي اكتشفنا انه عنده تشوه بالجين هذا فبالتالي حيكون في عنده تشوه بالاطراف والفك والجمجمة ومقدمة الزديل بس ذات يعني اول شي عملنا hybridization حتى نحدد مكان الجين على الكروموسوم والاشي الثاني عملنا hybridization للجين حتى نعرف شو هي الاشياء اللي مسؤولة عنها او شو الوظائف شو الجين exhibition تبعها هذا الجين هيك بنكون خلصنا ملف الآن رح احكي عن الناقصين للأسف من محاضرة الاستمثل والكلوني ورسم الله يعني طلعوا عدد محماح لزيني يلا نشوفهم هذا عالم اكتشف اشي يعني عمل ثورة خلينا نحكي بعالم انه حول اوكي قدر هي حياته هذا العالم طبعا اخذ جائزة نوبل عليها يعني التجربة اللي عملها وثقها ببحث ان شاء الله رح احطلكم اللينك اما بالكومنتات او بالدسكريبشون اذا في حد حابب يطلع لا لانه الموضوع صراحة ممتع المهم هذا العالم اليمانكة عالم هو عالم شو اكتشف اكتشف انه انا بقدر احول الماتور سيلز يعني الخلايا اللي اتمايزت اصلا او الديفرنشيات سيلز بقدر اني ارجحها لبلوري بوتينت يعني ارجحها لستيم سيلز بمعنى اخر اذا الخلايا الديفرنشيات بقدر ارجحها للإنديفرنشيات يعني صار احنا كنا عارفين انه والله الانديفرنشيات تتحول لديفرنشيات بس انه يصير العكس مين اللي اكتشف هذا الموضوع هذا العالم اللي اسمه يامانكا واستحق جائزة نوبل على الموضوع كانه اخذها بال2011 صراحة مش متأكدة من التاريخ بس انه انه يعني لسه الموضوع مش كثير جديم نوعا ما طيب الموضوع ما فيه طبعا دكتوري مش كثير مضحى هايليس لارب بس يعني هو اكتشف انه انا بقدر ارجحها اوكي يعني انا بقدر اجيب خلية عادية متمايزة وارجحها لبلوري بوتين تستمثل ولكن لازم احط ايش لازم احط فاكترز معينين سموها على اسمه اصلا سموها يمان كفاكترز همي فور فاكترز هنشوفهم بالجدول دكتوري حاطت لكم خمسة ولكن بالبحث اصلا كتبوا انه العامل الخامس يعني طلع تأثيره ما له دخل اوكي يعني هو تأثيره موجود ولكن في عامل ثاني بيخفي تأثيره فبالتالي بالمحاصلة يعني ما بدنا اياه انيوي هلأ كيف بدنا نحول كيف بدنا نرجع او نعمل جنريشن لبلوري بوتينت ستمسل انه احنا نحول من سوماتيكسل من خلية ديفرنشيات لبلوري بوتينت بحكينا عنه طريقتين الطريقة الاولى يا اما بجيب السوماتيكسل خليه جسميا وبجيب يعني بجيب بويضة تمام هاي البويضة بشيل منها بشيل منها لنيوكلياس وبحط لنيوكلياس تبعت السوماتيكسل تمام وبعدين بعطوني لبلوري بوتينت ستمسل او الطريقة الاخرى اني بجيب سوماتيكسل بخليها تعمل فيوجن مع الاس الاس اختصار لامبيريونيك ستم سل اذا بجيبها بخليها تتحد مع الامبيريونيك ستمسل حتى تعطيني البلوري بوتينت ستمسل وحكينا حتى هذا الموضوع يزبط ويصير لازم يكون في عنا فاكترز معينين لانه حنشوف انه ممكن مثلا هو كان خايف انه اول شي الخلية هيتتحول مثلا لخلية سرطانية فعليا اول تجربة عملها تحولت لخلية سرطانية يعني اذا حتى حابب يقرأ البحث وشوفه اكثر اذا اذا هو جاب شغلتانية اما جاب سوماتيكسل اخذ منها النيوكليس وجاب الاصايت شال منها النيوكليس ودمج النيوكليس السومات مع السايت بلازم طبع الاصايت وحولها لبلوري بوتينت او عمل بين سوماتيكسل مع الامبيريونيك استمسل او البلوري بوتينت استمسل وحتى يعطوني بلوري بوتينت استمسل طيب هذا الجدول الدكتورة بس رجعت لتفاريخكم حكيت لكم انه مش مطلوب او مش مطالبين فيه بس هلأ حكينا انه في عنا فاكترز اوكي مهمين حتى انه نحول الغلية ونحافظ على انها تظل بلوري بوتينت هم فعليا مش فاق زي ما حكيت لكم وانه ما فور وحتى الدكتورة كمان شوي يعني بهذا المخطط اوكي هم اربع عوامل وليس خمسة عوامل لكن هون بالجدول رح اقرأهم مع السري اوكي وتكونوا عارفين هذول العوامل اول عامل بنسميه OCT34 هذا اول عامل العامل الثاني SoxT LC مايك حنشوف هذا كتير الفونكشن تبعه مهم والC الفور هذول الاهم من الاربع عوامل واللي فعليا حقوا انه قلهم دخلوا وسموهم اليمان كفاكترز تمام اخر عامل النا نوك هذا العامل فعليا بداية اكتشف انه يعني العالم اللي يعمل التجربة بالبحث تبعه اكتشف انه ايه دخل ولكن في عامل اخر رح يعمل سبرشن ايه وبالتالي بمعنى اخر تأثير يصير نقل قبل ما ايه تأثير ففعليا هم اربع عوامل وليس خمسة عوامل بما انه دكتورة حكيت لكم انهم فايف فاكترز فمش عارف صراحة تقيدوا بيحكيها طيب لانه حتى هون بدأ اسمه دكتورة حكي عن اربع عوامل مش حكي عن الخمسة لانه رح افرجيكم رح ابحص على القناة سكرين من الريسيرج انه الاخر عامل الخامس فعليا يعني ما ايه دخل المهم برضو الدكتورة يعني متش كتير موضحة المخطط هاذ المشكلة انه مخطط هاذ يعني بتكونوا دارسين باثو باثو فاينل فعليا لنيو بليزيا ولكن رح احاول اني اوضحلكم كل فاكتور شو وظيفته بطريقة او باخرى شوفوا اول فاكتور عندنا الاسم وايك فاكتور وفيه عندنا الـ CLF4 وفيه عندنا OCT34 حتى باقي العوامل يعني الوحيدة اللي احنا اخذناه بالباثو هذا العامل باقي العوامل اصلا مالهاج دخل والسوكس 2 هذول العوامل اكتشف العالم شو عمل تجربة فعليا هو جاب خلية خلية سومتك وحط عليها هذول الـ 4 factors اللي لقاهم بيكونوا موجودين بلي بلوري بوتينت استمسل وقاعد يجرب اول اشي فعليا حط 24 عامل بالمحصل يصفن مع هذول الـ 4 عوامل اللي اندخل وسموهن سموهن الـ 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 بلوري بوتينت استمسل هذول العوامل هذول الفاكترز عطوني stem cells ولكن بإندكشن بإنديوسابل بمحفز طيب اول عامل نحكي عنه اللي هو الـ S-mark هذا الـ S-mark هو يعتبر oncogenes كيف يعني oncogenes يعني هذا العامل بيحفز اللي غير نحكي الـ proliferation فبيحفز انقسام الخلية فبيحفز ان الخلية تتحول لخلية سرطانية ومن اشهر العوامل اللي بتسبب للسرطان فعليا بكميات مهولة فبيحكينا انه جاب الـ S-mark الـ S-mark عمل stop الـ apoptosis الـ apoptosis اللي هو الموت المبرمج للخلية هتاخدوه مش عارش صراحة هتاخدوه اخدتوك انه انا شو اسمه اذا ما خردني اخدتوه بالبيو الـ apoptosis اللي هو الموت المبرمج للخلية انه فيه عنا عوامل معينة بتحفز هذا الموت المبرمج او بتزميه انتحار الخلية وفيه عنا عاملين الـ S-mark والـ C-L-4 بمنعوا الـ apoptosis الـ S-mark كيف بمنع الـ apoptosis انه بيحفز الـ proliferation او بيحفز الـ proliferation او بيحفز انقسام الخلية اوكي طيب عشان هيك بيعمل apoptosis وبرضه الاشي الثاني انه الـ C-L-F-4 هذا العامل برضه بيوقف الـ apoptosis هذا العامل بيروح بيعمل inhibition للـ P-53 الـ P-53 بتكونوا عارفين بس انه الـ function تبعه انه يعمل الرست للـ cell cycle يعني يوقف الـ cell cycle يوقف دورة حياة الخليفة بالتالي يوقف انقسامها ويحفز لي موتها المبرمج نتيجة لخطة اصار مثلا خلال انه تضاعف الـ DNA بغض المظر فبيحكي انا انا لما اجي اجي بالـ CLF4 بالتالي رح عامل inhibition للـ P-53 رح امنع الـ apoptosis رح امنع الموت الخلية والـ S-mike برضو نفس الاشي رح امنع الـ apoptosis فبالتالي هاي السومة تكسل رح تصير تمقسم immortalization يعني رح تمقسم immortality يعني رح تمقسم بشكل لا متناهي اوكي والـ chromatin بيكون open chromatin برضو هاي genetics مش عارفوا صراحة المخطط كثير غبي يعني رح احاول انه حرام ينعطاه عن جد حرام بس شوفوا شو قصة open chromatin او ليش chromatin المخطط احنا عارفين انه هو عبارة عن ديئة مع شو اسمه مع protein الهستون طيب open chromatin الفكرة وما فيها انه لما يكون هذا الكرومatin مفتوح يعني يكون خليلين نحكي مش كثير مسكر ع بعضه مش كثير ملتصق مع بعضه البعض بيكون عملية نسخ الـ dna اسهل منطقيا انت لما تيجي تقرأ مثلا او انه بدك تيجي مش عايش كيف اوصل لك يعني اي اسهل اي اسهل مثلا انه تيجي تمسك هاي الخربوشة او هاي الخربوش وتيجي تقرأها ولا تيجي تقرأ كلام مرتب لا اكيد كلام مرتب او كلام مفكفك عن بعض البعض نفس الاشي لما يجي صرفي انه عملية نسخ الـ dna لانه عملية نسخ الـ dna مهمة بانه صرفي انه انقسام انتوا عارفين هذا الاشي الاسهل انه يكون الكرومatin هذا مفتوح مفتوح فبالتالي عملية القراءة للـ dna اسهل غير لما يكون مسكر هيك ومكعكل على بعضه تمام بس هاي عشان تكون واضح فبالتالي الكرومatin هيظل مفتوح يعني فيه انه نسخ مستمر للـ dna والـ immortalization يعني الخلية ما رح تموت رح بظل تمقسم للمالة نهاية المشكلة وين خاف انه هاي الخلية اي خلية بتنقسم للمالة نهاية معناها خلية سرطان يعني بظل تمقسم وما في سيطرة على الموضوع طيب حتى ما يحول الخلية من سوماتكسل لـ tumor cell قال لك بتجيب عامل ثاني شو اسم هذا العامل اسمه OCT34 هذا العامل بعمل induced differentiation كيف يعني يعني بيحول الـ cell من tumor cell ل empirionic stem like cell يعني بيحولها تقريبا لـ empirionic stem cell تقريبا ولكنها لسه ما صارت empirionic stem cell يعني بمنع بمعنى آخر تكون tumor cell هذا OCT طيب برضو منضيف الـ CLF برضو منتجع بنضيف الـ CLF4 لما نضيف الـ OCT بيعطينا الـ ES like cell اللي هي منسميها nullipotent nullipotent أو منسميها empirionic stem like cell يعني اشي بشبه empirionic stem cell اللي بشبه pluripotent برضو هاي like حتى اني احولها من like احولها pluripotent أو empirionic stem cell منضيف عليها آخر عامل اللي هي منسمي الـ SOX2 to establish pluripotent يعني خلص ساعتنا pluripotent نهائي وهون pluripotent بهاي الحالة بنسميه inducible inducible pluripotent stem cell ليش؟ لانه احنا حولنا من سومة XL pluripotent عن طريق induction من four factors من عوامل معينة اتمنى 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 انه تكونوا فهمتوا علي اتمنى بعيد وكدر لانه ايش لانه المخطط طراحة يعني انتو حرام مش ماخذين ولا ايش عنه ولا معلومة عنه فان شاء الله انه تكونوا فهمتوا علي واذا في ايش مش مفهوم بقدر اوضحه زيادة او ما وضحته كان توضيحه مش كافي احكولي يعني ما عمد طيب هيك بنكون خلصنا اول جزئية ما كانت موجودة الجزئية الثانية اذا ما خابضني هون يعني جايبيت لكم هستوري عن انه الكلونيج هو من باب انه نوع من انواع خليني نحكي ثقافة انه تتقفوا عن موضوع اكثر والموضوع حلو تعريف الكلونيج انه هو عبارة عن process of making كلون انه نعمل واحد مستنسخ بيكون genetically identical متطابق المادة الوراثية للأورجنزم which will produce an organism that's genetically identical to experience هاي متفقين عليها متفقين عن تعريف الكلونيج طيب هلأ بالنسبة للهستوري وفي كلونيج معطيتنا الدكتورية لسنوات وتكون عارفين بس يعني يعني هون مش عارش صراحة شو ممكن تجيب ممكن تتركز بس على يعني آخر التجارب بس هون مش غلط انه تكونوا فاهمينهم وعارفينهم فيش فهم بالموضوع تكونوا عارفينهم يعني ماري عليكم أو قارينهم اول تجربة كانت بالالف وثمانمية واربعة تسعين في عالم اسمه هانز أدولف بغض النظر عن اسمه هذا الامبريو شايف خليتين ايجا فصل الخليتين مجرد ما صار الامبريو عطول سن لارج الكبرن فصل هذول الخليتين عن بعض هن البعض واعطني ايش يعني بعد ما عملوا اعطني كل واحدة اعطتني ام طيب الاشي الثاني او التجربة الثانية فيه دكتور هانز سبيمن هاز عالسلماندر السلماندر اللي هي مش عارش صراحة احنا شو بنسميها عنا بس هي اسمها العضاءة ولا حتى بالانجليزي انا اول ما رجع فيها المهم هاي التجربة عاملها عالسلماندر امبريو فاعطاني اه توينز يعني شوف جاب اعطى نفس قريبا تشبه هاي انه فصلهن عن بعض اوكي لما فصلهن عن بعض كل واحدة اعطتني ايش اسمه كائن جديد طيب اه معلش يعني اعذريني هون رح اقرأ قراءة لانه history يعني اوكي بالالف وتسعمية وثمانية وخمسين في عنا عالم عالمين خلينا نحكي عملوا ترانسفير لنيوكلياس في رمان اير لتادبول امبريو انتو ان ان يوكليا يعني جاب عنا اللي هو التادبول امبريو اعتقد اعتقد انه اللي هو اوذو نيبة احنا اللي كنا نسميه بالعربيو وقداش حكي اعملنا عليه او شوفناه بالعلوم تمام التادبول امبريو انتو جاب اوكي جاب النيوكلياس هاي هاي امبريو تبعت التادبول تمام جاب اخذ خلية منه الخلية اخذ النيوكلياس تبعتها وحطها بين يوكليات يعني جاب فعليا خليتين جاب خلية من التادبول امبريو وجاب خلية من الفرق الفرق شال النيوكلياس منها وحط النيوكلياس تبعت يجو بالمحصل لأعطوني التادبول أعطوني يعني شو اسمه أبو ذنيم مش متأكدة من اسمه صريحة بس I think انهاك اسمه بعربي يعني اشي خذنا في عنا عالم برضو هذا العالم هون بلشت تطور يعني الموضوع بلشت تدريجي هون هذا أول يعني أول اشي عمل على نحكي النعجة هذا العامل جاب خليني يعني نحكي سلامب امبريو يعني جاب امبريو من نعجة تمام وكان لنا ثمن خلايا تمام فصل واحدة أخذ من هذول الثمن خلايا تمام أخذ واحدة من هذول الثمن خلايا كمان تمام شو اسمه إذن شو جاب جاب سلامب امبريو يعني جاب امبريو من نعجة هذا الامبريو كان عبارة عن ثمن خلايا أنا أخذت كعالم أنا أخذت فقط خلية واحدة منهم أوكي وبعدين جاب من نفس يعني من نفس النعجة فعليا نحتعرفوا أنه من نفس النعجة جاب جاب تمام جاب وشال منها وضاف بس بالمرة هاي المرة السابقة يعني بهاي التجربة اللي فوق ضاف على على ضاف الخلية كاملة تمام أوكي ضاف الخلية كاملة على 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 واستخدم واستخدم طبعا إلكتريكالشوك حتى يصرفوا بناتهم يفيوجو يتحدوا مع بعض ويحفزهم على أنهم ينقسموا As luck would have it The new cell started dividing فبعدها أن الخلية الجريدة بلشت إنها تنقسم تمام لنكونوا عارفين بس التجربة طيب بال96 في عنا برضو عالمين بحكينا بس هون بدنا ننتبه لأنه كل بريفيس كلونينج اكسبريمنت يوز دونر نيوكليا يفرم سلز ان إيرلي إمبريو يعني صح إحنا أخذنا يعني هون مش هون يا ربي مش هون بري هون أوكي هون مش هون إحنا أخذنا الدونر هاي الخلية الدونر أخذناها بحكي لك من الإمبريو بمراحل جنينية مبكرة أوكي الفرق إنه بالتجربة هاي بكل التجربة السابقة هيك عملنا الفرق إنه الفرق إنه بالتجربة هاي In this experiment the donor نيوكلياي came from a slightly different يعني إجت من مصدر ثاني إجت من مكان ثاني يعني إجت إحنا زارعينها أوكي ولكن من مكان ثاني يعني مش من نفس خلينا نحكي مش من نفس الشو اسمه النعجة اللي إحنا مستخدمينها بعدين حطوها باللاب بحكينا إنه عملوا لها طيب بعدين نقلوا اللهم سبحانه محمد النيوكلياي من الكلتر سلس انتو النيوكلياي تتش شيب ام اكسلز يعني هاي الاكسلز شعلوا منها النيوكلياس وحطوا فيها الكلتر اللي نسميناها النيوكلياي الكلتر سل وبعدين اللام بومز اه اعطوها اسم ميغان اند موريك اعطوها هذا الاسم أوكي إذن بس بدنا نعرف إنه يعني هون ممكن إنه تجيب هذا الفرق مع إنه مواظن طيب آآ اللهم صلى وسلم بايك عسينا محمد آخر تجربة وأعتقد إني حكيت لكم عنها اللي هي النعجة اللي حكينا إنه النعجة اللي هي المامل المامل كرييتد باي السومة اكسل نيوكليار ترانسفير كيف يعني آآ في عنا عالمين العالمين هذول السابقين اللي هما كان واحد اسمه آآ كيثن واحد اسمه لانمارك هون بحكينا عالمين اجداد واحد اسمه ويلمت آند الكامبل كرييتد آلام باي ترانسفير شو عملو عملو ترانسفير لنيوكلياس برمآن أدلت شيب أدرسل إنتو يعني جابوا شيب خليل نحكي شو اسمه عايشة وبالغة أخذوا منها أخذوا منها لنيوكلياس يعني أخذوا منها هاي الخليش شايفين هاي الشيب البالغة أخذوا منها هاي الخليش وحطوها بإن وإيجوا حقنوها بإلكترال شوك بعدين بحكينا نيفر بفور هاد أمام بين كلون طيب طيب شو الفكرة هون يعني بحكينا إنه طيب شو فرقة هاي التجربة عن التجارب السابقة أو إنه شو المشكلة هون إنه ليش أنا جبت والله آآ أو أدلت شيب الفكرة إنه لما أنا جبت هاي الأدلت لام أو الأدلت شيب بحكينا بنعرف إنه فرضا يعني هي مش هتكون بس لو أنا بحكي عنه يوما هتكون يعني تمام إذن الخلية اللي أنا طلعتها من الأدلت بتحمل يعني خلينا نحكي بتحمل كامل مجموعة كي بدي أحكيها مش عارش كيف أرفضهم حولوا لا أقول إلا بلا المهم however بحكينا while l'emperionic cell are ready to activate any gene l'differentiated adult cell have shunt the genes that they don't need for their specific function كيف يعني يعني هون يعني اللي بدي بحكينا مع العلم إنه l'emperionic cell مش حنا جبنا l'emperionic cell خلية جنينية are ready to activate any gene l'differentiated had shut down يعني بحكي لنا مع العلم انه احنا ليش جبنا امبريونيك حتى انها تنقسم وتتكاثر وتقدر انها تحفز الجينات اللي جبناها من الادلت بحكي لنا ولكن المشكلة انه اللي حنلاقي بالادلت تمام الادلت حنلاقي shut down هون shut down لجينز الها specific function هاي الجينز اللي الها specific function تمام بتكون عام لريست للامبريونيك بمعنى اخر يعني مش قادر انها تكون لي امبريون طيب شو عمل العلمان هذول حتى انه تكون هاي الغلية اللي انا جبتها هاي قادرة انه ما فيها shut down يعني انا ارجع اعمل activated للجينات اللي لازم تعمل development للامبريون شو عملو genetic information بعملو لها reset برجعو بعملو لها reset على الامبريونيك يعني برجعو بعملو activation للجينز اللي انا عملت لها shut down فبرجعوها لحالة الامبريونيك state اوكي فيه كمان كم سلايد اعتقد انهم من اي سينك انهم هون هون اه اللي هي برضو history of cloning بحكينا history of cloning فيه برضو عنا عالم وزملاءه بقصد النظر عن اسمه عملو تجربة هاي التجربة صراحة جميلة يعني التجربة كالتالي انه في عندك طفل كان معاه مرض معين اوكي كان مريض فهذا البابي ايجا معه rare genetic disorder فبدهم يعالجوا كيف بدهم يعالجوا عن طريق اللي اللي عن طريق نستمثل خلي نشوف شو التجربة بحكينا overcoming decades of technical challenges الميتابولو الاند كليكز هذا اسم العالم بغض النظر انه مش عارف ألفظه were the first to use the somatic cell nuclear transfer اللي فشلت عند دلي to create a human empire that could be used as a source of empirionic stem cell يعني استخدموا the somatic cell nuclear transfer يعني اخذوا من خلية جسمية nucleus تمام وعملوا من خلالها human embryo هذا الhuman embryo بقدروا يستخدموا كsource of age كsource of empirionic stem cells the resulting stem cells learned were specific to be the patient they come from a baby with a rare genetic disease يعني استخدموها اوكي لبابي اجا معها genetic disorder يعني جابوا بمعنى اخر جابوا عندنا somatic cell تمام جابوا خلية جسمية واخذوا منها للنيوكليات وعملوا منه human embryo ليش كل هذا حتى يعالجوا طفل تمام طفل اجا معار genetic disorder فيبدلوا stem cells اللي عند هذا الطفل بstem cells سليمة من ال embryo اللي هم يصنعوا اخذوا خلية بشرة اخذوا خلية بشرة افرم من المريض اللي هو البيب اللي عنده المرض النادر and diffused and diffused it with the donated excel وعملو لها fusing هاي البابي شايفينه اخذوا منه من ال skin cell اخذوا خلية وعملوا لهاي الخلية fused مع donated excel بتكون nucleated يعني شايفين شافوا هاي الاكسل من المتبرع بغض النظر منه شالوا منها ال nucleos وعملو لها fused مع ال skin cell من المريض عن طريق ال electrical shock طيب بحكينا مفتاحنا جاه هاي الاكسبرامنت انه عملوا modification to the culture liquid in which the procedure was done and to the series of electrical pulses used to stimulus the activity يعني ليش نجحت معهم هاي التجربة انه الكلتر اللي استخدمو كان liquid culture طيب والاشي الثاني انه ما عملوا فقط electrical plus او electrical shock واحدة هون عملوا a series عملوا مجموعة من electrical pulses انه ضلوا ويضربوها بالكهرباء حتى يحفزوا egg to begin die reading حتى يحفزوها انها ظلت نقصد تمام اوكي اي تنك انه بعد كمان slides اكثر من slides حوالي ثلاث slides حلو جميل جائع طيب اوكي 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 طبعا انا اسفة صراحة الخربطة اللي صارت في الشرح لانه بحس انه هيك ممكن صار في مشكلة بتسلسل الافكار بس معلش اعذريني لانه صراحة صعب ايتشرح المحاضرة كل من اول جديد لظروف دراسية يعني المهم هلأ هون بهالجسل بحكينا شو الفرق بين الكلوني وشو الفرق بين الاشي الطبيعي اللي خلينا نعتبرها الidentical twins الفرق بسيط جدا انه لما نحكي عن الانسان او ال بحكينا انه جايين من انه فيما اللي بتعطينا ايج والمال بيعطينا سبير بصير بصير فيه بيناتهم حتى يعطونا كيف يعني يعني انه الكائن الحي المادة الولاثية تبعته حتكون نصها من اب ونصها من الام هذا الاشي كمان عارفينه عشان هيك انه النيو او 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 هاي برضو متفقين عليها لكن هل هذا الاشي بصير بالكلوني لا ليش لانه احنا وكلها الستة واربعين كروموسوم جايين من كائن حي واحد وهذا الاشي اه انا بتذكر انه ضمنته لما شرحت المحاضرة طيب في كمان اللهم صلى رسول الله محمد اه بعد ثلاثة سلايد هدو او ثلاثة سلايدات هون بحكينا انه هلال الكلوني شو اللي بصير هاي اعتقد اني شرحتها بالرسمة ولكن حتى اني يكون يعني طلعت من الملف كامل وما في ولا سلايد مش مرش روح يعني انا لما بدي اجي اعمل الكلوني بحكينا مش انا باجي بجيب اج بشيل منها للنيوكليس بشيل منها للنيوكليس عن طريق الماكروسكوب من الماكروسكوب تمام وبحط مكان هاي النيوكليس اللي شيلتها من الاج بحط دونر النيوكليس يعني النيوكليس اخذتها من المتبرع اللي بيحتوي على الفرض اللي كنت بحكي عن انسان 46 كروموزوم الجينات اللي انا اصلا بدي اعملها لهذا الشخص طيب بعدين الاج بتنمو يعني صارت هي اج ولكن بنيوكليس من الدونر النيوكليس تمام بعدين بحكينا انه هاي الاج بتنمو لامري كنتينز only the دونر جين عشان هيك حكينا فيه فرق انه بحالة الانسان بيحتوي على جينات الاب والام اما هون فقط هيحتوي على الجينات المتبرع يعني اللي اخذنا منه النيوكليس تمام بيرنت لأب الروحي يعني تعبير منطقي يعني هاي برضو انه برجع بفدك لبين نيوم وبين الاشي الطبيعي اللي احنا متعودين علينا طيب نشوف هاي رسمة بالله شو حكيت لنا برضو هاي رسمة بيقاررنا بين ووضع النورمل بحكينا انه هاي عنا بالميوسز عنا هاي في مال حتكون مثلا خلايا يعني انثى تمام وهذا حيكون خلايا زكرة بطي فهون صار في عنا ميوسز اعططنا اكسل المال لما نصل لهم ميوسز حيعطونا السبيرم بصلا بيعطونا امبريو ال بيكون ال بيحتوي على ال بيحتوي هاي لثلاث ايام وهاي خمسة لثبع ايام بغض النظر عن شو اسمه اما بحالة بحكينا انو هاي بنجيب اكسل بنشيل منها زي ما اتفقنا وبنجيب الدونر سل بنشيل منها بنشيل منها النوكلي او بنشيل منها النوكلي بعدين ال نوكلي بنعملها مع النوكلي اللي جاي من الدونر سل تمام فبتصر عنا سنجل سل امبريو فهون بالمحاصلة حياتونا امبريو جيني تكلمين للدونر يعني لخلايا هذا الشخص تمام اوكي ام بس اعتقد هاي هي السلايدات لانه هذا اذكر اني وضحته وهذا الاشي حكى عنه واذا ما انا حكى احكو بله بس بتذكر اني شرحت وهاك ان شاء الله بنكون خلصنا نهاية وعقبت على السلايدات اللي ما كانت موجودة للأسف بالشرح لانه انا شرحت حكيت لكم عن الملف اللي كان عندنا وما كان موضوع واذا في اي مشكلة او اي نقطة مش مفهومة اسألوني واذا صار في اي خط بالموضوع كمان احكو لي معلش لانه مدات في اشياء ما انه بتجع بشيك على الفيديوهات الا انه عن جد سقط تسهون سامحوني عن غلطة